أنه الرضا العربي عن السوداني قد يكون الرضا الأكبر على رئيس وزراء بعد 2003 يقولون أنه رغب أنه الفترة قصيرة واربعة في شهر لأنه لأنه هذا الرجال صادق كنا نعتقد أنه الكاظمي هو الأقرب إلينا لكن تبين أنه هذا الرجل قطع عشواط بمصداقيته محمد شاع مكذب صادق واضح إحنا نعرفه كصديق إذا بعدهم إحنا تدري وراء رئاسة الوزراء يتغيرون ما نعرف ننفذ زيجنا خاف أنا متشوي زيجن ما تعرف يا زيجن بس على الأقل هو إلى وصوله إلى رئاسة الوزراء الرجل إيدا نضيفها من الفساد وصادق وأنا أعتقد أنه هاي الصفة هاي الملكيات العريقة والأمراء والتاريخ يعرفونها في هذا الشخص أولا شوف فسا كل منصف يشوف محمد شاع رجال يشتغل فلاح راحت يعني دعت الكرسي والفلاح لا أفض من طعش ساعة باليوم بأدق التفاصيل انصافا هذا واحد يشوف زين ثانيا الواقع الدولي والإقليمي تغير في العراق يعني التفاهم الإيراني السعودي مهم جدا أحد أحد عوامل الاستقرار من المشهد السياسي العراقي خفف الضغط على أي حكومة عراقي طيب الانفتاح العربي على سوريا خفف الضغط على الحكومة العربية يمكن حتى إيران وروسيا وسوريا وأموز والصين رحوا في مشهد أوكراني بعيد علينا الآن إيران واضح أنه جزء طرف متدخل في ذلك الصراع الكبير أكبر من تدخلها في الصراع العراقي مسحوبة تريد تلعب على لعبة إيران شوف نفسها قوة كبرى ما أعرف على أي أساس هي قوة قليمية كبرى لكن ما قدر أقول قوة دولية كبرى فشافت لعبة تغريها أن تلعب مع كبار مع روسيا والصين والولايات المتحدة ويبدو أنها أقول بلا تحفظ تورطت في هذه اللعبة وهذه اللعبة جر نزلق بها تقالفها أكبر من العراق لذلك يمكن واحدة من أسبابها راحت إلى تهدئة مع السعودية واحدة من أسبابها أنه خففت الضغط المباشر نظام الانتداب على الأحزاب والعملية السياسية العراق انطقتنا هامش عموماً إحنا في وضعنا زيان عندنا مشكلة وحدة عندنا سقف ميزانية هو الأعلى في تاريخ العراق وهذه الموازنة معتمدة على أسراء أسعار النفط وبالتالي أي لا سامح الله أي انهيار أو تراجع في أسعار النفط قد يؤثر على برنامج الحكومة أما إذا مضت أسعار النفط وإن شاء الله تمضي فأنا أعتقد هاي الفلوس تروح تدخل في مجاريع عمل واستثمار ومشاريع استراتيجية أحسن مليون مرة ما يجي واحد مثل نور زهير وغير نور زهير وغير فلان وفلان واللي حتشى عليهم السيد وزير الداخلية السابق ويأخذونها ويحطونها بجه خلي تروح خلينا ننسوا موازنة شبيرة بالعجز بس خلي الفلوس يشوفها الشعب العراقي حتى يؤمن بدولته وبوطنه اشتركوا في القناة